ومن أخبارنا المنوعة توصلت مجموعة من طلاب الهندسة الميكانيكية إلى فكرة لمساعدة ذوي الإعاقة على التنقل في شوارع القاهرة الصاخرة ولسد فجوة في السوق طور فريق من طلاب جامعة حلوان بالقاهرة مركبة تعمل بالطاقة الشمسية تمكن ذوي الإعاقة من السفر لمسافات طويلة دون أي مساعدة مشروع تخرج يتحول إلى ابتكار هام قدمه مجموعة من طلاب الهندسة الميكانيكية لمساعدة ذوي الإعاقة على التنقل في شوارع القاهرة الصاخرة فقد تور فريق من طلاب جامعة حلوان بالقاهرة مركبة تعمل بالطاقة الشمسية تمكن ذوي الإعاقة من السفر لمسافات طويلة دون مساعدة حرص الطلاب على تقليل تكاليف تشغيل السيارة لذا قاموا بتثبيت ألواح للطاقة الشمسية على سطحها لشحن البطارية التي تقوم بتشغيل المحركة في بداية السنة كنا نفكر نعمل مشروع تخرج يخدم الناس المقعدين فبدأنا نشوف إيه اللي موجود في السوق إيه اللي موجود في البلد بتقدم لهم إيه فإلا لأنهم قدم لهم كراسي بالكهرباء أو كراسي مانوال بقدروا حركوها عن طريق الإيد بس دي كراسي ما حدش يقدر تقل بها مسافات كبيرة يتنصر المعادي مدرش أن تقل المسافات كبيرة ففكرنا نعمل لهم عربية ثلاثية العربية ثلاثية يقدروا ينتقلوا بيها مسافات كبيرة هم اللي ما يحتاجوش حد يساعدهم من هم يسقوها أو يقفوا بيها ولو وقفوا بيها فيها امرجينج سيستيم يقدر يحركوا أما نوال لأي ظرف من الطارق إذ يتم تشغيل السيارة بطريق التحكم عن بعد ويمكنهم من التنقل لمسافات طويلة دون الحاجة للمساعدة وبسرعة تصل بخمسة وخمسين كيلو متر في الساعة حاجة زي دي لما توفرها لهم بسرعة معقولة وكويسة يمشوا في الشارع بيها مع العربية الملاكي ومع التكاتب كده فده شيء كويس بالنسبة لهم يعني يقصر الحاجز النفس بتاعهم وفي الناس الوقت دخلتهم في تفاعل ما المجتمع بقاش عندهم أسل عجز الداخل في الوقت الراهن يركز المهندسون الشبان جهودهم على إتقان مشروعهم وتجويده قبل أن يحولوا انتباههم إلى جمع المزيد من رأس المال لجعل منتجهم مناسبا للاستخدام على نطاق جماهرية